اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبه وسلم أجمعي يا مساء الدفا ومساء الجمال معنا النهاردة ان شاء الله فيديو جميل جدا وهو البليلة السخنة اللي الدف في الشتة ده جميلة جدا جدا ومكونات بسيطة جدا وطعمها حلوة قوي تعالوا كده نشوف مع بعض هنعملها ازاي بالجمال اللي انتو شايفينه ده والطعم الخطير وتعالوا كده نسم الله ونشوف مع بعض هنعملها ازاي انا معايا كمية الغلة اللي موجودة قدامكو دي نقعها قبلها بليلة نقع الغلة دي قبلها بليلة طبعا منقياها كويس ومخصولة كويس ومضيفة وجميلة وحطتها في مية قبلها بليلة زي ما انتو شايفين كده حطتها في الحالة اللي انا هسلق فيها دي وحط عليها كمية مية مناسبة ويريت مثلا تكون مية سخنة وكل ما المية بتاعتها تقل تحط لها برضك مية سخنة اهو زي ما انتو شايفين كده حطيط المية مية كمية مناسبة لان هي هتغيبها تقعد حوالي ثلاث ساعات عن نار او ساعتين ونص تستوي قد نحطنا المية ونسيبها بقى تستوي كده على النار لحد ما انلاقاها طرية وحلوة معانا كده اهو ده شاكلها وهي بتستوي اهو ما شاء الله زي ما انتو شايفين كده لازم الحبة اللي معانا تكون مستويه خالص وجميلة اهو ما حب زود لها مية بحب زود لها حبة مية سخنين من الكاتل او تكون مسخنة لها شوية مية لأي اكل معاك بستويه لازم تسخنة تضفيله مية سخنة تعالوا بقى نعمل اللبن معانا معانا حوالي كيلو لبن او على حسب ما انت هتستخدم ضفط عليه معلقة اتنشة واحد معانا كوباية لبن هنضف عليها معلقة اتنشة واحد اهو زي ما انت شايفين كده او اي سمنة موجودة عندي بس يفضل يعني ان هي تكون سمنة بلدي هنضف عليها معلقة سمنة بلدي وهنضف عليها اتنين باكو فانيلي اهو زي ما انتو شايفين كده اضافة المكسرات دي اختياري في ناس بتحب المكسرات وفي ناس لا فدي اختيار احنا بنعملها طبعا عشان نبسط ولادنا فاللي هم بيحبوا تحطيه بتحط طبعا السكر على حسب الرغب السكر بتاعك على حسب الرغب بتحط مثلا حوالي خمس ست معلق كده وبعد كده بتدقي او تحط اللبن تسخنيه حلو قوي يعني خلاص يكون بغلي عشان تبدأ تجهز الاطباق بتاعتك انا خدت كمية الغلة اللي انا محتاجاها وعلى فكرة ممكن تاخد كمية اللي انت عاوزها والباقي تعنيه في الفرزة للوقت اللي تحبيه معنا الغلة مستوية خلاص زي ما انتو شايفين كده وتعالوا بقى نصبها مع بعض جبت التفاصل بتاعتنا او المطبقيات هحط فيها معلقتين صغيرين بشر عايزة اضيفي جوز عايزة اضيفي باشر او جوز هند زي ما بيقولون ده ده جوز هند عايزة اضيفي اي نوع من انواع المكسرات زي ما انت حابه فوزدق بندق عن جمل انا هنا هضيفي في زبيب و جوز هند بس هنزل بقى بالغلة اللي بالبلاي اللي معنا اللي مسلوقة دي برضو زي ما انت عايزة الكمية المناسبة اللي تحب انت حطها في المطبقي وهنزل عليها باللبن اللبن بتاعنا مغلي بكل النكهات اللي احنا حطناها فيه حطنا السكر حطنا سابنا بلد حطنا معلقة نشام الدوبة فيه وحطينا فانيليا اتنين باكو فانيليا او معلقة فانيليا صغير انا بصراحة من عشاء البليلة بحب البليلة جدا وبحب اعملها على طول لانها فعلا بيتدف في الشتخ او دي بدأت حط على كل مطبقية او كل طاسة اللبن المناسب لها هننزل على الوش بقى كده بالزبيب انا بحب احط فيها جوز هند وزبيب بس زي ما قلتلكم وضيفي انت اللي انت عاوزها انا بديلك الفكرة وانت نفذ زي ما انت عاوز او شايفين الجمال شايفين الدفع ياريت لو الفيديو بتاع النهاردة عجبكم ما ننساش الاشتراك اللي بتفرج على الاول مرة ما ننساش الاشتراك في القناة ودفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وياريت شير ولايك للفيديو نفسه والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله موسيقى